ومن آياته أن خلقكم من ترابة ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنزلتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السراء ماء فيوحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له طارتون كل له طارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وصل الله وصلنا على نبينا المشدد الله أكبر